ازيك يا بنات عاملين ايه انا هالة ثابت ميكوب ارتست وبعمل وصفات وخلطات للعناية بالبشرة والشعر النهاردة هنعمل وصفة تفتيح جبارة اوي 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 هتجربوها وانا واسقا هي هتعجبكم الطمطمية دي الجميلة الحلوة دي هنعمل منها وصفة اين سكراب وكريم تفتيح يلا نخش على الوصفة بس قبل ما ندخل على الوصفة لو اول مرة بتشوفيني اعملي شتراك للقناة افعالي زر الجرس وعملي ليكو شير هنبدأ الوصفة بتاعتنا هبدأ اول experiencingرتشر الطمطمية القنكة الجسر بعد ما بشرنا الطماطمية بالشكل اللي انتو شايفينها. كده. حتى اعصر اللي انا بشرته. تمام? بالمصفة كده حبيبي. هجيب شوية الطماطمية اللي احنا عصرناها دي. او اللي احنا بشرناها. هاخد المية كده. بشرها كده. زي ما انتو شايفين. طبعا انتو عارفين الطماطم اه فيها مواد اللي هو مضادات الاكسادة. في التفتيح حلوة جدا جدا جدا. وجربوها. بجد 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 احنا هجيبك جدا. البزور دي اي حاجة مش بنربي حاجة. يعني اي مكون موجود عندنا احنا هبنرمش حاجة. الطماطمية دي هنعمل سكراب النظف الاول وبعدين نحط المسك بتاعنا. تمام? نطلع شوية البزور دولة. هقول لكم هنعمل ايه فيهم? تمام حبيبي? ادي العسير اللي طلع. وادي شوية البزور اللي انا خدتها من الطماطمية. تمام? شوية البزور ده هعمل ايه? هجيب معلقة سكر. السكر الخشن بتاعنا. اهو. وهقلبها. ده السكراب بتاعنا. وهشتغل قدامكم دلوقتي وحواريكم. السكراب بتاعنا يشتغل بيه زال. هبدأ. على ايدي. كفة ايه طبعا اكيد انتو حفزتو كفة ايدي دية. وهبدأ. ادعك كده زي ما انتو شايفين. وانا وانا بادعك كده. حسيب المسك ده على ايدي. استحملوني وانا بشتغل. حسيب ده على ايدي وانا بعمل الوصفة التانية اللي هي تكملة لدي. يعني انا دلوقتي بنبدأ بعمل سكراب البشة دي. وبعدها هعمل مسك التفتيح بتاعي اللي انا اللي انا هعمله النهار ده. حسيب ده على ايدي زي ما حضراتكم شايفين? تمام? وحدة اعمل الوصفة او تكملة الوصفة. سوريا يا جماعة معلش. هنجيب معلقة نشا. طبعا همتعمدين على النشا. وابعارفين فويده ومميزاته وكل حاجة فيها. هجيب معلقتين مية وات. ننزل لامعلقة. او ادي التانية. تمام? هجيب نص لامونة. قلنا مليون مرة. نص اللامونة او اللامون عموما. لو انتي بشتك. بتحسس من الحاجات الحمضية سواء لامون او اي حاجة فيها فيتامين سي. على طول ما تحطيش. او احطي بلسبة قليلة قوي. تمام? كده الكريم بتاعنا ممكن علشان شوية ما يمكن للطماطم كتيره. احط معلقة تانية. ده الكريم بتاع التفتيح. الطبيعي اللي بيجيب لك نتيجة من اول مرة. هادي كريم التفتيح. تمام? آآ بعد ما بنحط الناشا وبنحط الحاجات دي. هحط معلقة رز مطحون. رز مطحون زي الدقيق بالضبط زي ما حضر لكم شايفين. وحقلق. وكده انا عملت سكراف. وعملت كريم تفتيح. هبدأ ارجع تاني الايدي. وانا كده ادعكت حلوة قوي. حركة دائرية. تمام? هنضف هاوري لكم ايدي. من السكراب اللي احنا عملنا اللي هو بزور الطماطم مع السكر. بصوا بقيت عامل ازاي. شايفين لون ايدي? شايفين لون ايدي? حبدأ احط المسك بتاعي اللي انا عملته. بالطريقة دي. يا جماعة المسكات دي حلوة جدا. جيب نتايج مبهرة جدا. حاولوا آآ على طول تستخدمها. ما انت واقفة في المطبخ. ما انت بتعملي اكل لولادك. حاجات كلها موجودة في البيت. مش بتجيبي حاجة من برة. انت لو مرتين في الاسبوع عملت المسك لو تلك مرات. بتغذي من وقتك ما بيعديش تلت ساعة. زي ما انت شايفة كده. ناس بيجيب نتايج حلوة جدا جدا جدا. جربوا. قولولي رأيكم ايه? يعني اشوف لايكاتكم الحلوة. اشوف كومنتاتكم. اشوف اراءكم ايه? الامور تمام. مبسوطين. شايفين اللي بعمله بيجيب نتيجة معاكم. ولو حد برضو جرب حاجة يقول لي اخبارها ايه? اه اشوفكم دايما على خير. دمتم موزس طول الحياة. اه الفترة اللي جاية دي حن اه حنعمل شوية مسكات حلوة قوي كلها تفتيح. في مفاجأة حلوة جدا انتظروها الفيديو اللي جاي لعرائسنا المقبلين على الزواج. اشوفكم على خير ويبقى حيبا يشوفكم على خير ويبقى حلوة قوي.